السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا الفرق ما بين الفوتوشوب والإلستريتر كل جرافيك ديزاينر لازم يبقى عنده تولز اللي بيشتغل بيها والتولز بتاعتنا أبسط الأشياء اللي أي ديزاينر المفروض يبقى عارفهم هو بيشتغل يكون بيشتغل بين الفوتوشوب والإلستريتر وفي بعض البرامج تانية زي الانديزاين وممكن افتر افكت لو هو يشتغل موشن فاحنا النهاردة هنتكلم على الفرق ما بين الفوتوشوب والإلستريتر بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يجي لنا كل الفيديوهات الجديدة تعالوا الاول نبدأ نبص على الفوتوشوب الفوتوشوب احنا شرحناه كتير فأي حد محتاج ان هو يعرف اكتر عن الفوتوشوب ههط لنك للدروس اللي انا بنتعاملها للفوتوشوب والإلستريتر انا ما عملتش ليه فيديوهات قبل كده بس لو عايزين ممكن عملكوا فيديوهات هنشرح فيه الإلستريتر برضو احنا بكل بساطة هنعرف النهاردة الفرق ما بينهم وهنبص على شكلهم بس من برده ده شكل الإلستريتر من جوه لو بصينا على الناحية الشمال برضو هنلاقي التولز موجودة بس مش هنلاقي نفس التولز الموجودة في الفوتوشوب فمعنى كده ان هو كل واحد فيهم ليه التولز بتاعته هو الانترفيس ممكن يكون واحد شوية اللي هو التولز على الشمال والبروبرتيز على اليمين وبرضو المنيوز بتاعتي فوق بس كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة مختلفة لو جينا عند الإلستريتر انا بيشتغل عندي بطريقة هي عبارة عن شايبس بتبقى معتمد على حاجة اسمها الpoints الpoints دي مهما قبرها او صغرها عمرها ما بتباكسل معي انما الفوتوشوب بيشتغل بحاجة اسمها الpoints او الراستر افكت اللي هي الصورة هكبرها وصغرها هتبدأ تباكسل الصورة عندي متكونة من pixels يعني لا وانا جيت عملت زوم على الصورة اللي عندي هنا هبدأ لقيها بدأ التباكسل معي زي ما انتو شايفين طيب نفس الفايل ده اللي انا فتحه في الفوتوشوب انا فتحه على الإلستريتر طيب تعالوا نعمل زوم عليه كده تعالوا كل ما هنعمل زوم هنلاقيه لسه محتفظ بالالوان بتاعته ومحتفظ بالشيب بتاعه فمعنى كده ان انا عندي الإلستريتر بيشتغل بطريقة والفوتوشوب بيشتغل بطريقة طيب لو جيت جيت صورة عادية وفتحتها على الإلستريتر هدأ اي صورة طب هل لو انا كبرتها هتباكسل اه طبعا هتباكسل ليه هتباكسل لان اصلا اي صورة موجودة عندي بتبقى معتمدة على البيكسل فطبيعي ان انا كل ما اكبرها هدقيها بتباكسل معاي اهو طيب لو نفس الصورة فتحتها على الفوتوشوب هتباكسل برضو هتباكسل لان هي معتمدة على البيكسل برضو فانا عندي حدود في حجم الصورة لو بدأت اكبر عنه كده كده هيتباكسل سواء في الإلستريتر او في الفوتوشوب بس الرسمة هي اللي عمرها ما بتباكسل على الإلستريتر بس اول ما بدخلها على الفوتوشوب بتبدأ تبقى بالبيكسل زي الصورة دي طيب ايه الفرق تاني لو انا جيت هنا اعملت زوم شوية وجيت نسكت الفايل بتاعي او الرسمة بتاعتي انا هنا ممكن اقدر اتحكم في كل حتة اغير اللون بتاعه زي ما انا عايز فبغير كل تفصيلة صغيرة وممكن امسك حتة وامسحها لو انا مش عجباني ممكن اشيل الكلام اللي مكتوب وممكن امسكها كلها كده واغير في الالوان بتاعتها طبعا احنا مش بنشرح البرنامج انا بوريكو الفرق ما بينه وهندوس اوكي طيب ميزة كمان عندي ان انا عندي الصفحة بتاعتي كبيرة يعني انا عندي ممكن اشتغل بر الصفحة يعني دي الصفحة بتاعتي ممكن اشتغل بر الصفحة واللي عجبني بعد كده هدخله جوه الصفحة لو جينا هنا عند الفوتوشوب اولا انا ما باجي امسك نفس الفايل اللي انا مدخله على الفوتوشوب هلاقيه مجرد كله كتلة واحدة طيب ينفع اغير الالوان بتاعته اه بس مش بالطريقة اللي عملناها على ممكن اغير الالوان هنا بالطريقة دي بس ما عنديش تحكم في كل واحدة من ورق الشجر اللي موجودة عندي لو عايز ابدأ اتحكم فيه او ان انا اغير الوانه محتاج اعمله سليكشن عشان ابدأ اغير في لون كل واحدة فيه فده الفرق ما بين اللي اتنين وبرضو هلاقي اللي كان موجود هنا اصبح نومش بقى كله صورة واحدة وكمال ما عنديش الحتة بتاعت ان انا ممكن اشتغل برا الورقة انا محكوم بورقة بس ببضل شغال بها مش زي ان انا عندي لو تعالوا نبص كده نعمل زوم اوت هلاقي كل المساحة اللي برا دي ممكن اقدر اشتغل فيها يعني ممكن احرك الحاجة بتاعتي برا زي ما انتم شايفين كده دي اهم إلا الاختلافات ما بين الفوتشوب والاستريتر الفوتشوب بنعدل عليه صور اقدر الاستريتر بنعمل عليه و بنعمل عليه طبعا الحاجة الاساسية فيه ان احنا بنعمل عليه اللوجو اي لوجو عايزين نعمله دايما نعمله على الاستريتر و ممكن ارسم عليه شخصيات ممكن ارسم برضو على شخصيات بس زي ما قلنا التحكم بتاعي في تغيير الألوان عالاليستريتور هيبقى احسن طول ما انا رسمه فيكتور وزي ما قلت الفيكتور بكبر فيه مهما اكبره عمره ما هيفاكسل مني انما عالفوتشوب الراستر افكت اللي انا شغال بي او البيكسل اللي انا شغال بيها اول ما هبدأ اكبر عن الحجم اللي انا مختاره بيبدأ الفايل باكسل مني وده حاجة طبيعية يعني اي صورة في الدنيا بتوصل لحد معين وبتبدأ تفاكسل ده الفرق ما بين الاليستريتور والفوتشوب غير طبعا ان التولز مختلفة اتمنى يكون الفيديو سريعة واستفدنا منه حاجة ان شاء الله هنزل فيديوهات جديدة قريب بازن الله هنتكلم برضو على حاجات عن الديزاين وعن ازاي نشتغل من البرامج واستنون ان شاء الله فيديوهات جديدة واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله